اشتركوا في القناة مضاهرة احتجاجية بتونس وسط خلاف سياسي محتدم بين النهضة والرئيس اهلا بكم الى التفاصيل ابرزت المجلة الايطالية انسايد اوبر ان بقاء الدول الاوروبية على موقف الحياد السلبي لا يساهم في التوصل لحل نهائي للنزاع حول السحراء ولا يخدم الاستقرار والاندماج الاقليميين واضفت المجلة الايطالية المتخصصة في القضايا الدولية والتابعة للمجموعة الاعلامية الجورنالي انه بعد قرار الولايات المتحدة الامريكية القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على سحرائه تنتظر الان ان تخرج اوروبا من الحياد السلبي وتحذو حذو واشنطن وتدعم التوجه الدولي وابرزت ان المجتمع الدولي يتجه حاليا نحو حل يتوافق مع المقترح الذي قدمه المغرب في سنة 2007 وهي مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وسجلت انه منذ ان قدمت الرباطة مقترح الحكم الذاتي في عام 2007 ايدت واشنطن دائما مبادرة السيادة المغربية على السحراء ولذلك لم يعارض الرئيس الجديد جو بايدن قرار الاعتراف بسيادة المغرب على سحرائه اعلنت وزارة الصحة امسين السبت عن تسجيل 416 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و420 حالة شفاء و7 حالات وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح 3 ملايين و435 ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين شخصا من الجرعة الاولى وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 161 ألف وتسعمائة وست أشخاص مشيرة إلى أن الحصيل الجديد رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 483 ألف و410 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي ومجموح حالات الشفاء التام إلى 468 ألف وتمانمائة وسبح حالات بنسبة تعاف تبلغ 97 في المئة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8615 حالة بنسبة فتك قدرها 1.8 في المئة أفاد بلاغ للجامعة المهنية لصناعة الزيت بالمغرب بأن سبب ارتفاع أسعار زيت المائدة في السوق الوطني راجع إلى الظروف المناخية السيئة التي أثرت على الوذور الزيتية المزيد من التفاصيل في تقرير أسماء سلوان شهد السوق المغربي في الآوينة الأخيرة ارتفاع أتمنة زيوت المائدة ما جعل الجامعة المهنية لصناعي الزيت بالمغرب تصدر بلاغا وتقدم فيه تفسيرات وتوضيحات بشأن الموضوع وأوضح البلاغ أن زيادة أسعار المواد الأولية الزيتية وصلت إلى أكثر من 80% نظرا لظروف المناخية السيئة التي أثرت على الإنتاج العالمي لجميع البذور الزيتية وارتفاع الطلب على هذه المواد بالأسواق العالمية وأضاف البلاغ أنه نظرا لتحرير الكامل للسوق الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد كل حاجيته من السوق الخارجي على شكل بذور التي يتم طحنها أو زيوت خام فإن ذلك يؤثر على القطاع بشدة وتم تطبيق هذه الزيادة تدريجياً وباحتدال وهو ما يعكس زيادة جزئية فقط مقارنة بالارتفاع الحقيقي للمواد الأولية ويشار أن المغاربة تفاعلوا مع قرار ارتفاع في أسعار زيوت المائدة وخلق ردود فعل قوية على مواقع التواصل للشماعي وأجج دعوات إلى مقاطعة هذا المنتوش احتل المغرب الرتبة السابعة والخمسين دولياً ضمن مؤشر الأمن الغذائي الصادر عن مجلة إيكونوميست البريطانية بمعدل اثناثين وستين نقطة والرتبة السابعة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التفاصيل في تقرير من إعداد مريم داود المغرب في الرتبة السابعة والخمسين دولياً ضمن مؤشر الأمن الغذائي الصادر عن مجلة الإيكونوميست الإنجليزية بمعدل اثنين وستين نقطة في الرتبة السابعة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المؤشر حدد نقاط القوة الخاصة بالمغرب في تغيير متوسط التكاليف الطعام وكفاية التوريد والوصول إلى الأسواق والخدمات المالية الزراعية أما فيما يخص التحديات التي ذكرها المؤشر فهي تقلب الإنتاج الزراعية والتزامات سياسة الأمن الغذائي والوصول والبحث والتطوير في مجال الزراعة وقد تصدرت الكويت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن حلت في الرتبة الثالثة والثلاثين دوليا متبوعة بعمان في الرتبة الرابعة والثلاثين ثم قطر فالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تليها البحرين أما عالميا فقد تصدرت فينلندا قائمة دول العالم متبوعة بأيرلندا ثم هولندا والنمسا وجمهورية تشيك والسويد وإسرائيل ثم اليابان فسويسرا فيما احتلت اليمن الرتبة الأخيرة في قائمة مؤشر الأمن الغذائي ونظر للأثار التي يطرحها الوضع الصحي الراهن على الأمن الغذائي في المنطقة كلها دعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الاستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع الاستراتيجية فضلا عن إحداث آلية لتمويل التنمية الزراعية أو صندوق إقليمي مخصص لهذا الغرض في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في روبرتاج النشرة بمدينة الدار البيضاء بالضبط بدرب السلطان بالتحديد مجموعة من المتطوعين بتنسيق مع جمعية أميج في مبادرة إنسانية لمساعدة المتشردين والأشخاص في وضعية الشارع في سبيل التخفيف عنهم قيد التضامن والتآذر روبرتاج في الموضوع لحنان الزفرير بكاميرا أيوب وادي بدار الشباب سيدي معروف درب السلطان هنا يجتمع عشرات المتطوعين أسبوعيا بمبادرة من جمعية أميج وفعالية أخرى خلال فصل الشتاء لتحضير أطعيمة ساخنة ومساعدة الأشخاص في وضعية الشارع ليالي الشتاء دافئ هي حملة من الجمعية بإشراف عملات في دمر السلطان وتنسيق مع مديري الإقليم الشباب الرياضي والتعاول الوطني نوزع مجموعة من الوجبات التغذية كل أسبوع وكذلك الأغطية وهذا فعل إنساني ليلمن الجراح لهذه الفئة من الساكينات الشوارع بالنسبة لهذا العمل التطوعي هو مجموعة من الشباب تحاولوا ما أمكن تيبغيون خارطوا معنا في هذا العمل التطوعي وعدنا العدد كثير بحيث أننا الحمد لله من أن تكون هذه القافلة تجبلنا طويلة حاولنا ما أمكن أن نقسمها ونعتبر بعض المناطق المبادرة تشمل مجموعة من الأحياء والشوارع الرئيسية التي تعرف انتشارا كبيرا للأشخاص في وضعية صعبة أما توزيع المساعدات فيبدأ مساء كل جمعة ابتداء من الساعة التاسعة مساء نحن مجموعة من الشباب متطوعين نديروا كل يوم جمعة نديروا حملة حملة لفائدة المتشردين والأطفال المتخلى عنهم وليه في وضعية الشارع نديروا وجبات نعطوهم أغطية ونحاول نساعدهم كل واحد وضروف دياله كين اللي مريد كين اللي بغير جعل العائلة دياله وكنساعدهم توزيع أغطية دافئة ووجبات ساخنة لسد الجوع في ليالي الدار البيضاء الباردة تعتبر بمثابة مبادرة تجاه هذه الفئة المهمشة وصورة من صور التكافل الاجتماعي أفاد بنكو المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدن نمو سنوي بلغ 4.9% في يناير الماضي بعد 30.9% في المئة شهر قبل ذلك ووضح بنكو المغرب في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقضية لشهر يناير من السنة الماضية أن هذا المعدل يشمل بالأساس تسارع نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية من 4.7% إلى 7.5% وتباطئ نمو القروض الممنوحة للأسر من 3.7% إلى 3.2% انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.9% برسم السنة الماضية والمعاملات بنسبة 15.2% المزيد من التفاصيل في تقرير لهنا ضياء أرجع بنكو المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.9% برسم سنة 2020 والمعاملات بنسبة 15.2% إلى التراجع في مؤشر أسعار الأصول العقارية إلى الخفاض بنسبة 1.2% لأسعار الإقامات السكنية وبنسبة 0.6% بالنسبة للبقع الأرضية وبنسبة 0.4% بالنسبة لأسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني وأوضح بنكو المغرب بأن المبيعات همت مجموعة الفئات بحيث سجل انخفاض بنسبة 18.2% بنسبة للإقامات السكنية ونقص 7.7% بنسبة للبقع الأرضية ونقص 5.4% بنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني وأضح بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.7% وانخفضت المعاملات بنسبة 17.4% بالرباط في سنة 2020 فيما سجل انخفاضنا بنسبة 0.6% في مؤشر الأسعار وتراجعت نسبة المعاملات بعشرة في المئة بمدينة الدار البيضاء تظاهر الآلاف من مناصر حركة النهضة الإسلامية والتي تتمتع بكثلة كبيرة في البرلمان التونسي ظهر السبت في العاصمة تونس دعما للحكومة وسط اجتداد الخلاف السياسي مع رئيس الجمهورية قيس السعيد وكان حزب حركة النهضة دول مرجعية الإسلامية وحليفه قلب تونس الليبرالي ذفعا إلى ثعدي الحكومي على يد الرئيس الوزراء هشام المشيشي في منتصف يناير وقال العديد من المتظاهرين أنهم احتجدوا لدعم حزب حال الإسلامي المعتذل وكذلك من أجل الوحدة والديمقراطية وهتف الشعب يريد الوحدة الوطنية وخطب رئيس حركة حزب النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي المتظاهرين دعيا إلى الحوار والوحدة القوية بين السياسيين نقلت وكالة الأنبائية السعودية الرسمية واسعا للمتحدث باسمها التحالف تركي المالكي الخميس أن قوات التحالف اعتردت ساروخا باليستيا وطائرتين بلا طيار أطلقتها الجماعة الحوثي باتجاه أراضيها من اليمن غذات استهدافهم لمطار السعودية وقال التحالف العسكري إن الطائرة المسيرة استهدفت منطقة خميس مشيت الواقع جنوب السعودية وتضم قاعدة جوية رئيسية مؤكدا أنها ذمرت قبل بلوغها هدفها وبعد ساعات أعلنت تحالف اعتراد ساروخ باليستي أطلقه الحوثيين على خميس مشيت أيضا وطائرة مسيرة محملة بمتفجرات لاستهداف المنطقة نفسها ولم يتحدث التحالف عن وجود إصابات أو أدرار سيستقبل فريق الوداد الرياضي اليوم الأحد كايزر شيفس الجنوب إفريقي في مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وذلك على أرضية ملعب الرابع غشت بواقا دوغو عاصمة بوركينا فاسو ويتسلح الممثل الوحيد لكرة القدم الوطنية في دوري الأبطال بثاريخ مبارياته الأولى في دور مجموعات الأميرة السمراء لتجاوز كايزر شيفس وشارك الوداد في ست مناسبات سابقة بمرحلة المجموعات حيث نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات في مباراة الجولة الأولى وافتتح الفريق الأحمر سجل مشاركته بمجموعات العصبة في نسخة 2011 حيث عاد بتعادل إيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما من أرض مضيفه الأهلي المصري عن المجموعة الثانية وانتظر الوداد نسخة 2019 ليذون ظهوره الثاني في مجموعات دوري الأبطال محققا الفوز على مستضيفه أسيك ميموزا الإفواري بهدف النظيف ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا أم سنة السبت على حساب مضيفه إشبيليا بهدفين لسفر في قمة مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم وسجل كل من الفرنسي عثمان ذنبلي في الدقيقة التاسعة والعشرين والأرجنتيني ليوني الميسي في الدقيقة السادسة والثمانين هدفي البلاوغرانا وكانت المباراة مهمة جدا للنادي الكتالوني أمام نظيره الأندلوسي فتمكن من حصد النقاط الثلاثة ليرتفع رصيده إلى 53 في المركز الثاني متخلفا بنقطتين عن أتليتيكو مادريد المتصدر الذي يحل على فيا ريال اليوم الأحد ويملك مباراة مؤجلة بفارق نقطة عن ريال مادريد الذي يستضيف ريال سوسيداد في ختام المرحلة الاثنين فيما تجمد رسيد إيشبيليا عند 48 نقطة في المركز الرابع ومنح هذا الفوز مع نويات هائلة للفاريق المدرب الهولندي رونالد كومان الذي سيلتقي خصمه مجددا الأربعاء المقبل في مصابقة الكأس المحلية بعدما وضع النادي الأندلوسي قدما في النهائي بفوزه على برشلونة بهدفين لسفر في ذهاب الدور نصف النهائي نهاية والنشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها أزياد من 3 ملايين و 435 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح متطوعون يوزعون مساعدات على الأشخاص في وضعية الشارع بالداري البيضاء مظاهرات احتجاجية بتونس وسط خلاف سياسي محتدم بين النهضة والرئيس دمتم سالمين في أماني اشتركوا في القناة